كلنا مشغولين اكتر حاجة باخبار القتال والمعارك في غزة واليومين دول بعد الهدنة بقينا بنتابع اخبار تبادل الاسرة بين المقاومة واسرائيل بس جنب كل الاخبار دي في اخبار تانية مش واخدة حقها وهي اخبار الوضع الانساني اللي هو اصلا منهار من قبل الحرب والدمر تماما بعد الحرب بسبب حصار جديد فوق الحصار القديم اللي فرضى اسرائيل على اهل القطاع من الملفات الكارثية في الوضع الانساني في غزة موضوع المية ملف المية في غزة مليان تفاصيل محزنة ايه اهم التفاصيل دي وايه سبب ازمة المية في غزة حتى من قبل الحرب وهل الازمة دي ممكن تتحل هيا بنا نشوف من كام يوم وبينما الاحتلال نازل قصف في غزة بلا رحمة المفاوض العام لوكالة الانور وقال ان مفيش طفل ولا طفلة قابلناهم في غزة الاو طلب مننا الخبز والمية الجملة دي مش محتاجة ترجمة ولا شرح يعني ودي كانت جزء من كلام صعب جدا قاله مدير الانوروى عن اللي بيحصل اهل غزة في هذه اللحظات هناك اشخاص يقتلون في غزة هم لا يقتلون بالقضائف فقط بل هناك اشخاص سيموتون بسبب الحصار المفروض على القطاع الخدمات الاساسية غير موجودة وترقات غزة تفيض بالمياه العادمة غزة على شفير الكارثة وهناك خطر من تفشي الاوبئة اصدرت قبل ايام تحذيرا بان الانوروى لن تستطيع مواصلة العمل من دون امدادات الوقود كلام مدير الانوروى جيه لان من اول حرب اسرائيل عملت عقاب جماعي لاهل غزة فقطعت المياه والكهرباء والوقود عن شمال ووسط القطاع وبالنسبة للمياه سادت الانبيب اللي بتوصلها الغزة كلها وبعد فترة فتحتها بنسبة بسيطة في جنوب غزة بس وده مفهوم طبعا عشان تخدم على الضغط اللي بتعمله على اهالي الشمال والوسط عشان يهرابوا للجنوب وطبعا لما يتكدسوا في الجنوب ويزيد القصف في الشمال والوسط هتحصل موجات نزوح تانية على الجنوب برض وفي الاخر ما يبقاش فيه حل غير التهجير على سينة الحاجة الوحيدة اللي وقفت فيه وش تنفيذ الخطة دي هي الهدنة اللي بدأت يوم 24 وتمددت يومين زيادة وفيه امال انها ممكن تتطور وتبقى هدنة طويلة او واقف اطلاق نار بشكل داي بس سواء فضلت الهدنة مؤقتة او توقفت الحرب بشكل كامل هتفضل الاوضاع الانسانية كارثية لسببين خلينا نبدأ بالتاني وهو الدمار الرهيب اللي حصل لكل حاجة بغزة من مباني وبنية تحتية وغيره السبب الاول بقى والاهم ان دمار البنية التحتية اللي حصل في الحرب هو استمرار لبنية تحتية وخدمات منهارة اصلا من قبل الحرب بكتير لانها اوضاع اتأسست من ايام اتفاقية اوصله على اساس ان كل الاراضي الفلسطينية تفضل مربوطة من حيث المية والطاقة والخدمات باسرائيل فتقدر اسرائيل تمسكها من دراعها اللي بيجعها وقت ما تحب عشان كده من اول لحظات بعد هجوم حماس في طفان الاخصى الحكومة الاسرائيلية قطعت المية والكهرباء والوقود عن غزة يعني بضغطة زر زي ما بيقولوا ومع نزوح حوالي مليون من اهل الشمال والوسط للجنوب في ظل انعدام الخدمات وقصف المستشفيات بدأت تنتشر الامراض المعدية وخصوصا المجروبات المعاوية اللي سببها الاساسي غياب النظافة نتيجة ان مفيش مي ومع قصف المستشفيات ضاع اخر امل لأهل غزة في الحصول على كوباية مية لانهم من بداية القصف كانوا بيوقفوا بالطوابير وصد المستشفيات عشان يملؤ جراكن صغير لكل الاستخدامات من شرب ونظافة وغيرها الفكرة ان خلال القصف حتى المية اللي في المستشفيات ما كانتش صالحة للشرب بس ده الحل الوحيد وصد أهل غزة لان البديل هو انهم يوقفوا برضو في طوابير بس المرة دي عشان يشتروا ازايز مية سعرها زاد 50% ولان الوضع معقد فقليني اصدمك وقولك ان المية بغزة حتى قبل الحرب 97% منها ما كانتش صالح للشرب والسبب هو زي ما قلنا سياسة الاحتلال اللي مسيطر على كل مرافق غزة الحيوية وعشان نفهم اكتر محنة اهل غزة في الحصول على مية عموما مش بتضرر مية نقية يعني لازم نعرف ان سكان غزة بيستهلكوا حوالي 240 مليون متر مكعب مية سنوية وده معدل قليل لان لما تقسمه على عدد سكان غزة الاثنين وتلاتة من عشر مليون انسان هتلاقي ان كل واحد نصيبه اقل من تلت الحصة ان الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بيقولوا انها لازم تتوفر للشخص العادي في الظروف الطبيعية في مقابل ان الفرد في المستوطنات الاسرائيلية نصيبه من المية يوميا 150 لتر اللي هو اكتر بنسبة 50% من المعدل العالمي للفرد الكلام ده من قبل الحرب خليك فاكر غزة بتعتمد على 3 مصادر اساسية للحصول على المية اول مصدر هو المياه الجوفية لان غزة تحتها خزان مية جوفية اسمه الخزان السحي خزان المياه الجوفية ده في اي حتة يعني تقدر تقول كنا انه عبارة عن اوضة كبيرة تحت الارض بتنزل فيها مية المطر وتتخزن بالتالي ممكن البشر يستخرجوا المية دي بحفر ابار تقليدية وده فعلا اللي اهل غزة بيعملوا من زمن بس هنا في مشكلة وهي ان استخراج المياه الجوفية من الخزان ما ينفعش يكون المعدل بتاعه اكتر من معدل تجدد مياه الخزان بمعنى ان كمية المية اللي ممكن تستخرجها من الخزان الجوفي ده لازم تكون اقل من كمية المية اللي بيستقبلها الخزان كل سنة اللي حصل في غزة نتيجة حصار اسرائيل ان اهل القطاع بيستخرجوا كل سنة 200 مليون متر مكعب من الخزان الجوفي بينما معدل تجدد المياه في الخزان هو حوالي 55 مليون متر يعني بيستخرجوا اكتر من معدل تجديد المياه باكتر من 3 اضعاف زيادة استهلاك المياه من الخزان الجوفي ده عملت مشاكل في تركيبة الارض المشاكل دي خلت ملوحة مية البحر ومية الصرف الصحي تتسرب للخزان يعني ميته تلوثت وبقى اهل غزة بيستخرجوا مياه ملوثة من اهم مصدر متاح لهم وحتى رغم كده اسرائيل مش سيبالهم المياه الملوثة دي لانها بتعمل مصدات في المسارات اللي بتجمع فيها مية الامطار بالتالي بتقلل معدل نزول المياه وتجددها في الخزان شوفوا الاجرام من قبل الحرب قلت المياه في الخزان الجوفي مع زيادة ملوحة مية البحر ومية الصرف الصحي زودت تلوث المياه فيه وبالتالي اصبحت العناصر الكيموية والاملاح اللي في مياه الخزان بسبب التلوث اعلى بكتير من المعدلات العالمية اللي ممكن الشخص العادي يستحمله المشكلة الاكبر ان بالتزامن مع ده مياه الصرف بتزيد في الخزان الجوفي لان محطات الصرف في غزة ما بتغطيش غير تلتين القطاع وده هيخدنا لكارثة تانية زادت قوي بعد الحرب مع انها موجودة من قبلها الفكرة ان حتى محطات الصرف القليلة في غزة واللي محتاجة كمان خمس محطات زيادة على الأقل المحطات دي بتشتغل بالكهربة والكهربة محتاجة ديزل عشان تتولد من محطات الكهربة وطبعا اسرائيل من قبل الحرب متحكمة في الوقود اللي بيدخل غزة والكهربة اللي بتوصلها وبعد الحرب بقى فيه قطع تام للكهربة والوقود بالتالي الصرف الصحي زاد جدا وفي المقابل محطات معالجة الصرف كلها وقفة بالتالي حتى بعد ما تنتهي الحرب ان شاء الله محطات معالجة الصرف هتفضل فيها مشكلة كبيرة وهي ان ضغط مياه الصرف فيها عالي جدا اللي هو انت بتطلع من المشكلة تخش على مشكلة يعني كابوس حقيقي مع زيادة تلوث المياه الجوفية اللي هي المصدر الرئيسي للمياه في غزة ظهرت الحاجة لمحطات تحلية المياه الجوفية وناس وشركات ومؤسسات كتير عملوا محطات من النوع ده اكتر من 150 محطة بس المشكلة ان اغلبها محطات مش متطورة بدائي عشان كده تقريبا 52 محطة بس هما اللي معاهم ترخيص وبتتعامل رقابة على المياه اللي بتطلع منه وانا محلش يستحملني يعني انا عارف ان انا بطلع بيك من كابوس على كابوس تاني لان المحطات دي هي كمان فيها مشكلة تانية الاولانية هي انها بتهدر كمية كبيرة من المياه والتانية هي انها بتطلع مياه ملوثة بانواع كتير من البكتيريا اللي بتصيب المعدة والامعاء يعني المياه دي بعد التحلية بتطلع ملوثة والمياه الملوثة دي بيستخدمها 90% من الفلسطينيين جنب كل المشاكل اللي فاتت المحطات دي بتحتاج صيانة دورية مش متاحة ولا متوفرة والصيانة مش متوفرة لان اغلب المواد اللي بتستخدم فيها اسرائيل منعاها من دخول غزة بحجة انها ممكن تستخدم في صناعة الاسلحة والمتفجرات نتيجة المشاكل اللي فاتت دي كلها سنة 2016 الامم المتحدة قالت ان في 2020 الخزان الجوفي لغزة هيتلوث بشكل مش ممكن علاجه وغزة هتبقى مكان العيشة فيه مستحيلة يعني اكبر مصدر للمياه لأهل غزة بايز بقاله دلوقتي 3 سنين نتيجة كده تلوث المياه بقى مسؤول عن اكتر من 60% من الامراض المنتشرة بغزة والامراض دي اغلب المصابين بيها النساء والاطفال ده كان بخصوص اكبر مصدر للمياه بغزة المصدر التاني بقى هو شركة مياه اسرائيلية اسمها ميكورت الشركة دي بتدي غزة حوالي 15 مليون متر مكعب سنويا وبتبع لهم المياه بتلت اضعاف تمنها جوه اسرائيل او الارض المحتلة ميكورت دي بتضخ المياه الغزة من خلال 3 شبكات كلهم تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الشركة دي بدأ توصل المياه الغزة سنة 80 ولما تعاملت السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية اسلو حصل الاتفاق بين الاحتلال وبين السلطة على استمرار توصيل المياه للقطاع وده اللي خلى يعني سهل عليه قطع المياه مع بداية الحرب بس هي كمان ما خليتش من المشاكل لان نتيجة ان الكمية اللي وصلة منها الغزة قليلة بالتالي الشبكات المحلية اللي بتستقبل المياه دي كانت بتطر تخلطها بالمياه الجوفية عشان تزود الكمية اللي رايحة البيوت بالتالي اصابها التلوث لان زي ما شفنا مع بعض حالا المياه الجوفية ملوثة دلوقتي افضل المصدر التالت للمياه بغزة وهو مية البحر غزة فيها تلات محطات لتحليط مياه البحر المحطات دي هي كمان من زمان ما بتشتغلش بكامل طاقتها بسبب القيود اللي فرضاها اسرائيل على دخول الوقود لغزة من زمان يبقى احنا كده عرفنا ان المياه في غزة فيها مشكلتين وهم الندرة يعني المياه قليلة والتلوث نتيجة ده الاسر في غزة بتصرف تلت دخلها شهريا على شراء المياه مع ان الامم المتحدة حطى معدل للمبلغ اللي الاسر تصرفه على المياه النقية في الاحوال الطبيعي وهو 3% من دخلها شهريا يعني الاسر في غزة بتصرف اكتر من 30 ضاعف المعدل العالمي من الدخل على المياه والطبيعي زي ما انت فاهم ان الاسر الاكتر فقرا ما قدمهاش غير المياه الملوثة طيب هل مشاكل المياه في غزة خلصت عند كده ولا لسه فيه هم تاني للأسف فيه لان مع كل حرب او قصف اسرائيلي على القطاع كانت اسرائيل بيتدمر جزء كبير من البنية التحتية بتاعت الخدمات في القطاع وفي مقدمتها المياه فحرب 2014 مثلا كانت غزة محتاجة حوالي 34 مليون دولار عشان تصلح خسائر البنية التحتية لغاية دلوقتي يعني بعد حوالي 10 سنين ما اخدتش الا تلتين المبلغ ده سواء من الامم المتحدة او من الدول والمنظمات اللي بتساعد القطاع وجين قصف الاسرائيلي في الحرب الحالية وخلص على البنية التحتية وقطع المياه والكهراب والوقود خالص يعني بعد ما تنتهي الحرب هيبقى القطاع محتاج مبالغ خرافية عشان اعادة الاعمار واستعادة البنية التحتية وهنا نقطة مهمة وهي مين اللي هيدفع تكاليف اعادة اعمار غزة اللي لا السلطة ولا حماس عندهم الفلوس الكافية ليه لغاية دلوقتي ما فيش تقديرات واضحة لخسائر البنية التحتية في غزة وده من ضخمتها وبسبب القصف الاسرائيلي المستمر اللي مش مخلي حد يعني قادر يحسب الخسائر بس الاكيد ان التكاليف مرعبة وحسب التقارير القليلة اللي اتكلمت عن اعادة اعمار غزة في الصحافة العالمية والصحافة الاسرائيلية فدول الخليج هي اللي الامريكان اتكلموا معها بخصوص اعادة الاعمار بس الخليج ليه شرط واحد رئيسي وهو تغيير كامل في السلطة في غزة اللي هو باختصار مش عاوزين حماس يعني اللي ناتنياهو ما عارفش يعمله بالحرب والقصف الخليج عاوز يعمله بمساومة الفلسطينيين على فلوس اعادة الاعمار وبما ان الخليج كله عنده علاقات مع اسرائيل بالتالي اسرائيل غالبا هتفرض شرطها برضو في اعادة الاعمار واحنا خلاص بقنا فاهمين ان الهدف ان لما تحصل اعادة اعمار يتم ربط الخدمات والمرافق تاني بالاسرائيل بل بشكل اكبر من اللي حصل قبل كده لان رغم اللي حصل قبل كده قادي حماس عمل الطفان الاخصى فما بالك بالضمانات اللي هتاخدها اسرائيل في اللي جاي انا عارف ان الكلام النهارده يعني قاسي وكله ازمات لكن للأسف ده الواقع اللي عايش فيه اهل غزة من سنين طويلة واللي بقى انيل بكتير من كل اللي فات عشان بس الناس اللي بيسأله هو ليه حماس عملت العمليته في 7 اكتوبر الفكرة الجوهرية في الكلام اللي فات هي ان فلسطين مش بس محتلة بل كمان مفروض عليها شروط وظروف حياة مخلية حتى الخدمات فيها مربوطة باللي محتلة وده وضع اغرب من اي خيال الحقيقي المشكلة كمان ان حتى لما تحصل اعادة اعمار واضح ان الربط ده ممكن يبقى اسوأ وده اسوأ ما في الموضوع ونشوفكم على خير ان شاء الله